أما سقيفة بني طوسي فحالهم أسوأ من حال سقيفة بني ساعد لماذا؟ لأن الحجج التي أقيمت عليهم أكثر بكثير من الحجج التي أقيمت على سقيفة بني ساعد أنا لا أتحدث عن الرؤوس الأولى فإن الرؤوس الأولى لسقيفة بني ساعد أقيمت عليهم الحجج والحجج والحجج وهذا الأمر ينطبق على سائر الصحابة فليس هناك من مجال للاعتذار عنهم أقيمت عليهم الحجة البالغة وانتهى كل شيء ربما يختلف الأمر من نسبة لأتباعهم فإن الأتباع الذين يعيشون في أيامنا هذه من أتباع السقيفتين قطعا حالهم يكون أهون من حال كبرائهم كلامي عن سقيفة بني طوسي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى التي وصلت منه إلى المفيد سنة 410 للهجرة الإمام بيّن موقف أكثر مراجع الشيعة وهذا الموقف هو هو أكده الطوسي والطوسي كان موجودا كان في مجموعة تلامذة المفيد والرجل شافعي الدين شافعي الثقافة قد ينتمي إلى المجتمع الشيعي انتماءا مجتمعيا لكنه منذ صغره وهو يتعلم عند الشوافع والأحناف فصار الرجل شافعيا معتزليا جمع كل شيء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وأنت جدينا جديدا ومذهبا جديدا هو هذا المذهب الذي يضحكون عليكم به حيث تقول حوزة النجف من أنه مذهب أهل البيت من أنه مذهب إمامنا الصادق من أنه المذهب الاثنى عشر كل هذا الكلام كذب في كذب في كذب فالعترة الطاهرة ليس لها من مذهب المذاهب أسسها العباسيون العترة الطاهرة لها دين واحد وليس هناك من مذهب إنني أتحدث عن المذاهب الإصطلاحية وليس عن المذهب في اللغة فإن المذهب في اللغة الطريق وهذا ينطبق على دين العترة الطاهرة لكنهم حينما يتحدثون عن مذهب أهل البيت عن المذهب الجعفري عن المذهب الاثني عشري يتحدثون عن المذهب الإصطلاحي هناك إسلام ومن الإسلام تتفرع المذاهب وهذا بحسب القرآن بحسب مواثيق بيعة الغدير كفر صريح لا مجال للنقاش فيه هناك إسلام ومن الإسلام تتفرع المذاهب بحسب مواثيق بيعة الغدير هذا كفر صريح لا مجال للنقاش فيه إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة إنني أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه الإمام في رسالته بيّن موقف المراجع الضالين ومعرفتنا هذه كلمات إمام زماننا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الإمام لا يتحدث عن كثير من البقالين ولا عن كثير من النجارين ولا عن كثير من الحمالين ولا ولا إنه يتحدث عن مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم حتى لو كان الزلل أصاب البقالين من بقالي الشيعة وأصاب النجارين من نجاري الشيعة فليس من عند أنفسهم وإنما من عند مراجعهم من عند علمائهم ولذا فإن المشكلة في الرؤوس ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد إنه عهد الغدير ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو منطق الحمير حينما ذهبوا بعيدا عن منهج السلف الصالح هذا هو المنهج اليماني هذا هو المنهج القمي هذا هو المنهج الزهرائي هذا هو المنهج الصادقي المنهج الباقري مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو منطق الحمير الذي تأسس عليه المذهب الطوسي وتأسست عليه حوزة النجف وهذا هو المنطق نفسه الذي تدين به الشيعة الآن في العراق وغير العراق لأن الشيعة في كل البلدان تدين بالمذهب الطوسي اللعين والمذهب الطوسي مبني على منطق الحمير تريدون أن تعرفوا الحقيقة عدوا إلى برامجي لا أقول لكم صدقوا كلامي وإنما تحققوا منه وتأكدوا من الموضوع بأنفسكم فهذا هو منطق الأمير وهذا هو منطق الحمير منطق الأمير واضح ومنطق الحمير واضح أيضا منطق الأمير في قرآنه المفسر بتفسيره وفي حديثه المفهم بتفهيمه وأما منطق الحمير فهو الذي يعارض هذا المنطق الذي يعارض منطق الأمير فإنه يتبع منطق الحمير سأعود إلى القرآن وما تحدث به عن هذا الموضوع لكن سؤالا يطرح نفسه ما المراد من الضمير ما هو الضمير عنوان الحلقة موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير ما هو الضمير الضمير هو صوت العقل في أعماق الإنسان في البعد العميق الناس لا يسمعونه الإنسان هو هو لوحده يسمعه لا يستطيع أحد يقف بجانبي كي يسمع صوت ضمير صوت الضمير لا يسمعه إلا صاحبه فقط المراد من الضمير هو صوت العقل في أعماق الإنسان في أعمق بعد في الأبعاد العميقة من النفس البشرية إنه صوت العقل يمازجه شعور القلب وإحساس الوجدان وهمسات الفطرة هذا هو الضمير إنه صوت العقل يكون ممزوجا بشعور دافئ من القلب بإحساس نابض من الوجدان مع همسات لطيفة من همسات الفطرة هذا هو الضمير هذا هو الصوت الذي ينبعث من الأعماق البعيدة في باطن الإنسان يسمعه صاحبه قد يكون للأمة جمعا قد يكون هناك ضمير جمعي هذا الضمير الجمعي مثلما نتحدث عن العقل الجمعي للأمة ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع الآن فالضمير هو هذا فعنوان الحلقة يتناول هذا المطلب موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير ضمير الإنسان فيه جنبتان فيه جنبة ثابتة لا تتغير وهي الجنبة التي تحدثنا الأحاديث الشريفة عنها من أنها حجة الله على العباد وإذا ما تغيرت أو تبدلت فإن حجة الله على العباد لن تكون موجودة هناك جنبة من الضمير لا يمكن أن تتبدل وهي الجهة التي من خلالها يميز الإنسان الحق من الباطل الإنسان يمتلك هذه القدرة لكنه في بعض الأحيان هو الذي يطمسها لو لم يمتلك الإنسان هذه القدرة فلا حجة لله عليه فإن الله سيحتج على العباد يوم القيامة يحتج بماذا يحتج بماذا الحجة التي سيحتج الله بها موجودة في داخل الإنسان قبل أن تكون هناك حجج تتحرك في الواقع من حوله هناك حجة في داخل الإنسان والإنسان بها يعرف الحجج التي تتحرك حوله في الواقع الذي يعيش فيه وإلا فلا حجة لله على العباد إذا كان الناس لا يمتلكون آلية لتمييز الحق من الباطل ويولد الإنسان وهو يمتلك هذه القدرة كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه هما الذان يهودان ينصران يمجسان هذا جانب هذا جانب من الموضوع لأن الضمير ما هو الفطرة الضمير مجمل إدراك الإنسان ومجمل إدراك الإنسان لا ينحصر في الفطرة فقط إنما الفطرة تمثل جانبا من إدراك الإنسان وكان تعبيري دقيقا حين قلت لكم من أن الضمير هو صوت العقل في أعماق الإنسان يمازجه شعور دافئ من القلب وإحساس نابض من الوجدان وهمسات لطيفة من الفطرة هذا هو الضمير الذي أحدثكم عنه هناك جهة ثابتة فيه لا تتغير إنها الجهة التي وفقا لها نميز ما بين الحق والباطل كثير من الأسئلة في المسائل الشرعية على سبيل المثال يسألها الناس وهم يعرفون جوابها لأن جوابها في السؤال نفسه مرارا وكرارا أتذكر حينما كنت في مدينة قم وكان بعض الناس من الذين يعملون في التجارة في البازار يأتونني يطلبون الجواب الشرعية لمسألة ترتبط بمعاملة تجارية المعاملة باطلة شرعا فكنت أقول له للسائل إنك تعلم إنها باطلة ولكنك تأتيني لعلك تجد عندي حلا كي تكون المعاملة ليست باطلة وإلا فإنك تعلم ببطلان المعاملة وسؤالك هو أدل دليل على ذلك لأنك تحدثني عن تفاصيل المسألة ودقائقها وهذا يعني أنك تعرف بطلانها هناك شيء في الإنسان يستطيع الإنسان بواسطته أن يميز بين الحق والباطل قطعا في الأمور الأصلية في الأمور الكلية في الأمور الجزئية والصغيرة قد يكون الأمر مبهما على الإنسان يحتاج إلى آلية أخرى ومن هنا فإننا نحتاج الإمام المعصوم وفي غيبته نحتاج الذين يحدثوننا بعلم الإمام المعصوم لا بفتاوى المجتهدين الاجتهاد لا ينتج علما الاجتهاد أساسا هو مبنى ظني المبنى الظني لا ينتج علما ينتج ظنونا سؤال يطرح نفسه هل الاجتهاد مبنى علمي من الذي يستطيع أن يقول هذا إذا كان صادقا مع نفسه لا أن يضحك على نفسه ويضحك على الآخرين هل الاجتهاد مبنى علمي دقق النظر في تفاصيله فإن النتيجة واضحة لأن مقدمات الاجتهاد ظنية إنني أتحدث عن المبنى في أصله لا أتحدث عن عملية الاستنباط الجزئية أتحدث عن المبنى في أصله كلمة الاجتهاد ماذا تعني أن الإنسان يعتمد على جهده وليس هناك من حد معين يكون الاجتهاد فيه كاملا لأن الإنسان لا يمتلك القدرة على أن يبذل جهدا كاملا الاجتهاد في أصله وفي فروعه وفي كل ما يرتبط به منظومة ظنية المنظومة الظنية لا يمكن أن تنتج علما إنها تنتج ظنونا فأنا لا أتحدث هنا بهذا المنطق هذا منطق الضلال نحن إما أن نأخذ عن المعصوم مباشرة أو أن نأخذ عن ناقل ينقل لنا علم المعصوم وهذا المنهج بينه لنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم إذن هناك جنبة ثابتة في ضمير الإنسان هذه هي التي تكون قاعدة للحجة البالغة التي تقام على الإنسان الجهة الثانية من ضمير الإنسان جهة متغيرة وهذه تتغير بحسب الظروف والملابسات المحيطة بالإنسان وما يصل إلى الإنسان من ثقافة من معلومات أو ما هو عليه من سلوك أخلاقي ومن ممارسات على مستوى الحالة النفسية على مستوى الأقوال والألفاظ أو على مستوى الأفعال والحركات البدنية الجهة الثانية هي التي تسبب طمس الضمير هذه الجهة الثانية يمكن أن تتبلد أن تكون بليدة حينما تواجه الحقائق تدركها لكنها لا تتفاعل معها لماذا لأنها قد تشبعت بمنطق الحمير فحينما تتشبع الجهة الثانية من ضمير الإنسان المساحة التي يمكن أن تتغير يمكن أن تتفاعل مع ما حولها إذا ما تمازجت مع منطق الحمير فإنها سوف تتبلد تكون بليدة وحينئذ يكون الإنسان مستشعرا للصدق وللحقيقة لكنه لا يجد دافعا عنده للتمازج معه لا يجد دافعا عنده أن يرتب أثرا على هذا الصدق وهذا الحق وهذا هو حال صحابة حال صحابة حينما جاءتهم الزهراء وذكرتهم ذكرتهم بالعهود والمواثيق التي أخذت عليهم فماذا قالوا لها لو جاءنا علي قبل هذا قبل أن نبايع أبا بكر لبايعنا لأنهم لم ينكروا على الزهراء حينما أقامت عليهم الحجة ذكرتهم ذكرتهم بموقف علي من رسول الله وبموقف رسول الله من علي وهم لا يستطيعون أن يدفعوا ذلك أن ينكروا ذلك فكان العذر هو هذا من أننا بايعنا أبا بكر لو جاءنا علي قبل هذا لكنا قد بايعنا يعني أن باعة في أعناقنا هي باعة باطلة ما قيمتها وهم يعرفون الحقيقة لكن ضمائرهم تبلدت لماذا لأنها امتزجت مع منطق الحمير هذه المشكلة نفسها نفسها عند مراجع الشيعة حينما يعرفون الحقائق ويعلمون أن المذهب الطوسية باطل وأن الحق في دين العترة الطاهرة يقولون يقولون هذا صحيح في مجالسهم الخاصة ولكن الأمر في غاية الصعوبة فإن الناس لن تقبل لو غيرنا كذابون إنهم لا يريدون أن يرتبوا أثرا عمليا لقد تبلد الضمائرهم لأنها امتزجت بمنطق الحمير هذا هو مراد من عنوان الحلقة موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر